ايدا المتابعين الكرام في هذا الخبر العاجل والمهم الخبر الصار الذي وعدتكم به الخبر الصار للمغاربة والقنبلة ضد نظام حضيرات الجزائر الخبر المتابعين الكرام متعلق بافتتاح فرنسا لقنصلية في الأقاريم الجنوبية المغربية تحديدا في مدينة العيون هذا الصبق او لهذا الخبر ربما كنا اشترنا عليه شي شوية لكن هذا الصبق جابوا موقع لاستوجيو بلوتيكو غيزون احد اصدقاء ديالي الذي يشرف على هذا الموقع تواصل معي مدني بالحصريات كما نشر الحصريات على موقعه اللي هو ذلك تشوفوا الآن امامكم على الشاشة نشوفوا التفاصيل بعد قليل ديال هذا الخبر الحصري اللي تكلمنا عليه ربما اشترنا عليه كما ذكرت لكن الآن اقترب الموعد اقترب الموعد وغاد نشوفوا التفاصيل ديال هذا الخبر من الموقع ديال الانستوتيجيو بليسيكو غيزون وغاد نشوفوا الترجمة الحرفية كما العادة حصري بقنصولية لها في العيون تختتم فرنسا اعترافها بالسيادة المغربية سوف نكبروها تشيشي شوية باش نقرأوا شنو كاين هنا قال لك اودي اسم عمزين ستفتح فرنسا قنصولية عامة ومعهد فرنسي بمدينة العيون وهو اول تمثيل ديبلوماسي اوروبي في الاقاليمة الصحراوية المغربية بالمغرب حسب ما علموا الانستوتيجيو بليسيكو غيزون من مصدر في الاليزي ويأتي هذا القرار التاريخي بعد ثلاث اشهر من اعتراف باريس بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية وقد يأتي هذا الاعلان يعني كنت تكلمو هنا على الاعلان الرسمي حاليا مازا مكاش اعلان رسمي الاعلان الرسمي كيقول لك اودي قد يأتي هذا الاعلان خلال خطاب الرئيس الفرنسي امام البرلمان يوم 29 اكتوبر وقال لك اودي بان هذا القنصلية يعني تتعطى لنا في هذه المعلومات حتى الموقع دير هذا القنصلية الفرنسي ستقع القنصلية الفرنسية بالحي الاداري بفلا بشارع السلام شارع السلام في مدينة العيون قال لك اودي وهو من المقرر أن يتم افتتاح هذه المؤسستين يعني القنصلية وهذا المعهد الفرنسي يوم 6 نوفمبر وهو تاريخ الرمزي للاحتفال بالمصير الخضراء وستكون القنصلية العامة أول تمثيل ديبلوماسي لبلد أوروبي في المنطقة باختصاصها على جهتي العيون السقية الحمراء والداخلة وادي الدهام الكسيدية وسيقدم المعهد الفرنسي في العيون الرابع عشر أو ما رأي صراحة شنوه هاتي هذا الترجمة الحرفية شوية كالتخربق قال لك سيقدم عرضا تقافيا وتعليميا متكاملا بما في ذلك مكتبة إعلامية ودورات في اللغة وينضم هذا الحضور الدبلوماسي والتقافي المزدوج إلى الوجود الاقتصادي الفرنسي بالفعل من خلال فرع لغرفة التجارة والصناعة الفرنسية المغربية على ما أظن في نفس المدينة مدينة العيون إنه نظام كامل يمثل بشكل مموص المغرفة الفرنسي الجديد بشأن الصحراء هذا ما صرح به مصدر للإليزي للموقع الوالنستجيو برتيك أوغيزو وتعذف هذه التمثيلات الجديدة إلى دعم الاستثمارات الفرنسية المتنمية في الجنوب جنوب المملكة المغربية خاصة في مجال التقاءة المتجددة أكثر الآن من 30 دولة معظمها إفريقية وعربية لديها بالفعل قنصليات في العيون والداخلة ولا بد أن يمهد الوجود الفرنسي الطريق أمام دول أخرى في الاتحاد الأوروبي لكي تفتح قنصليات في الأقاليم الجنوبية ويأتي النظام أفهم يأتي ترجمة الحرفية هناك تتخرب قليلا يأتي هذا ما هو النظام ما أريد أن يقصده هنا ضمن سلسلة من الاتفاقيات الكبرى المتوقعة في المجالات الصناعية والاقتصادية والأمنية طبعا الحال هذه أثناء الزيارة ديال ماكرون ويعزز هذا الإعلان الدف في العلاقات التنائية بعد عامين من التوتر وأنا أقول على أن التوتر أو الأزمة مع فرنسا استمرت لمدة تتجاوز السنتين إذن لدينا تأكيد متابعين الكرام على قنصليات فرنسية من خلال هذا المصدر الذي صرح وقال على أن هذه القنصليات ستكون في بورغا السلام في مدينة ليون ستكون في حد الفيلة تماك وستكون أول دولة أوروبية ستفتح قنصليات في الأقاليم الجنوبية المغربية طبعا الحال ننتظر الصراخ ننتظر العوين ننتظر البكاء ننتظر البكائيات وما إلى ذلك من الأمور من حضارة الجزائل لأن هذه الضربة ستكون ضربة خاضية لأن الاعتراف الفرنسي سيطبق على أرض الواقع بافتتاح قنصليات في الأقاليم الجنوبية المغربية كذلك معهد تقافي فيما يتعلق بهذا الخبر الجميل لأنني نوافق به من خلال المعلومات الحصرية التي شاهدناها قبل قليل وهذه الخطوة ستكون خطوة مهمة جدا نحو إنهاء ملف الصحراء المغربية فأنتظر البكائيات سوف نستطيع أن نتأكد الموضوع بشكل رسمي نريد أن نسألني معلومات بأن فرنسا ستفتح القنصليات لكن لا يوجد تأكيد لا يوجد إعلان رسمي الآن أدوء أن هناك مصادر من داخل كيف ستكترح بالموضوع لأنه اقترب الموعد الافتتاح القنصليات والإعلان عنها بشكل رسمي وفي الغالب كما ذكر هذا المصدر في الغالب الإعلان الرسمي سيكون في ذكر المسيرة الخضراء ولن يكون أعتقد في الزيارة دي الماكرو لأنه كانت هناك بعض المعلومات التي تقول بأن الإعلان دي القنصليات والافتتاح Belgian الذي ستكلم فبح لما سيكون بانتصار ديبلوماسي جديد انتصار ديبلوماسي للمملكة المغربية انتصار ديبلوماسي للمغرب انتصار ديبلوماسي للشعب المغربي حب من حب كره من كره نحن في أراضينا نطبق السيادة نقوم بما نريد نقوم بتطبيق ما نريده على أرض الواقع الدول على مختلف القرار ديال العالم تدعم المغرب تدعم السيادة المغربية تدعم مغربية الصحراء بطبيعة الحال هذا بعيد نكون نبعد عن العالم الخيالي الفانتازي اللي عايشين فيه البصبعيين ونظام حضيرات الجزائر هذا هو الواقع اللي عايشين فيه احنا ونتم اخليكم عن الأحلام والمتمنيات والأوهام دل أنكم لا تتحققوا حاجة ضد المغرب ستتحققوا ضبابة ضد المغرب فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية فهذه المفاجأة متبعين الكرام نريد أن نشاركها معكم كذلك كل الشكر للاستيجيو بوليتيك أوريزون المؤسسة الدراسات ديال جيو بوليتيك كنتمنوا على أنكم تدخلوا لهذا الموقع بلاسة مش مكبلكم شوي هنا كنتمنوا على أنكم تدخلوا لهذا الموقع الرابط دياله هو هذا هنا باش أنكم تدعموا المجهود والمجهودات اللي تقام من خلال هذا الموقع متابعين الكرام نشوفكم في فيديو قاعدة مع مزيد من التفاصيل مزيد من الحصريات ومزيد من الصفعات لنظام حضيرات الجزائر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر